قرر مفوض حركة حماس البقاء في القاهرة ليوم ثالث لموصلة محدثات وقف اطلاق النار مع وسطا وقالت مصادر امنية مصرية ان اسرائيل وحماس لديهما الرغبة في التوصل الى اتفاق لكنهما متمسكتان بمطالبهما التي تعرقل الاتفاق حتى اللحظة يأتي ذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان حيث تواصل مصر والوسطاء جهودهم لوقف القتال في غزة قبل الشهر الكريم ولاطلاق سراح المحتجزين الاسرائيليين وتجنب حدوث مجاعة في قطاع غزة